النهاردة المباراة الودية الأهل تعادل فيها مع بتروجيت ودي مباراة مستر بيتسو موسيماني أشرك عدد كبير من اللاعبين سواء الصعادين أو العائدين من الإعارات أو بقية اللاعبين جزء من اللاعبين الأساسيين والهدف كان واضح جدا تجهزات بدنية للعيبة للوقوف على الحالة للفريق ودي هدف المباراة الودية آه تعادل نتيجة ممكن الناس تداية منها لكن الهدف الأسمى منها هو تجريب كل طرق اللعب وأي جمل المدير الفن عايزها والوقوف على الحالة البدنية ومعدلات اللياقة الخاصة باللعبين دي كانت المباراة الودية وإن شاء الله يوم 16 اللي أهلا يلعب المباراة الودية التانية مع المؤولين دا استعدادا لمباراة الصوبر مع طلاع الجيش على كأس الصوبر للموسم اللي فات متأخرة سنة صوبر بأس الرجاي لكن يوم 21 الأهل وطلاع الجيش لكن أن تأتي متأخرا خير من أهلا هو أنا اتفرجت على المباراة دي يا أستاذ إبراهيم والحقيقة أشرك في الشوط التاني تحديدا عدد كبير من الناشئين عشان اتفرج عليهم لكن عايز أقولك ملحظاتي الشخصية طبعا لفت نظري أداء عمار في الشوط الأول كان مميز جدا طاهر كان مميز الشوط التاني طبعا فيه كهرباء حاول كتير جدا وجري بس طبعا لسه الجاهزية حسام حسن برضو واضح أنه يعني عمل كذا السيست دي الملاحظات السريعة الشوط التاني أشرك عدد كبير جدا ويعني أول ظهور لمحمود لمحمد محمود محمد محمود يعني أظهر لمسات فنية تخليك يعني تقول يعني احنا مشتقين جدا نشوف الراجل ده في الملعب أعتقد أنه هيبقى ضافة أحمد عبدالقادر رغم أنه يعني قادر ضرب الجزاء لأنه أنا رأيي أنه كان عايز يعني يعملها بشكل فانتاسيك بتفكرني بأمير سعيود كل ما اللعيب ما يلعب الكرة الأسهل كل ما إيه عبقريته تباين هو لعيب مهاري على أعلى مستوى مش محتاج يزبط أكتر من أنه يعني جماعيا يستطيع أنه يندمج وانصهر مش عايزة أنسى حد لكن أنا بقول أن التجربة كانت مميزة جدا جدا عدد كبير من نشيين ظهر بشكل مميز أعتقد تجربة المؤولين للعرب اللي جاية هتبقى أصعب وحنشوف بقى فيها جاهزية أكتر حتى من ناحة البدنية ده كان لقاء الأهل الودي اليوم اللي انتهى صفر صفر